ثمنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجازو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى بعت الرئيس عبدالفتاح السيسي برقيتي تهنئة إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بمناسبة يوم التأسيس السعودي حيث أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أصدق التهاني القلبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة مؤكدا عمق العلاقات التاريخية الوطيضة التي تجمع بين البلدين والشعبين المصري والسعودي الشقيقين والحرص الدائم على ترسيخها في جميع المجالات كما أعرب الرئيس عن تمانياته الأخوية للمملكة العربية السعودية بدوام التقدم والتوفيق وللشعب السعودي الشقيق بالمزيد من الرقي والازدهار تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وصلت طائرة نقل عسكريتان محملتان بكميات كبيرة من المسلزمات الطبية وسفينة إمداد محملة بالمواد الغذائية ومهمات إغاثية إلى تركيا ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتراش بالعملية العسكرية الروسية لأوكرانيا واصفا إياها بأنها إيهانة للضمير الجماعي وخلال افتتاح الجمعية العامة للمنظمة الأممية قال جوتراش إن الذكرى السنوية الأولى لبدء العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا تشكل محطة قاطمة للشعب الأوكراني وللمجتمع الدولي مشددا على أن العواقب المحتملة لتصعيد النزاع تشكل خطرا جليا وقائما انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا قرار روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية مشددا في الوقت نفسه على عدم وجود أي مؤشر على أن موسكو تأتزم استخدام السلاح النووي وخلال مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام خلال زيارته لبولندا قال الرئيس الأمريكي إن قرار موسكو لا يشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفكر في استخدام أسلحة النووية أو أي شيء من هذا القبيل أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستواصل إعطاء اهتمام متزايد لتعزيز قواتها النووية وستبدأ عمليات تسليم جماعية لصواريخ زيركون الفرط صوتية التي تطلق من البحر وفي خطاب بمناسبة عطلة المدافع عن الوطن قال بوتين إن روسيا ستواصل تجهيز قوتها المسلحة بمعدات متطورة مشيرا إلى أنه للمرة الأولى سيتم نشر صواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز سارمات هذا العام وهذا سلاح قادر على حمل رؤوس حربية نووية متعددة وأطاف فوتين ستواصل روسيا الإنتاج الضخم لأنظمة كنزال الجوية الفرط صوتية وستبدأ توفير إمدادات ضخمة من صواريخ زيركون الفرط صوتية التي تطلق من البحر أعلن البرلمان المجري أنه سيصوت في مطلع مارس المقبل على انضمام كل من فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلنطي النيتو وقال البرلمان المجري على موقعه على الإنترنت إن أعضاءه سيناقشون الأسبوع المقبل مسألة انضمام الدولتين للتحالف على أن تحسم هذه المسألة في عملية تصويت منفصلتين ساتو جرياني بين السادس والتاسع من مارس كانت برلمانات الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي قد صادقت على انضمام فنلندا والسويد إلى التحالف الغربي باستثناء تركيا والمجر أعلن مركز شبكات الزلازل الصيني إن زلزالا بقوة 7.2 درجة هزى تاجكستان صباح اليوم وذكر التلفزيون المركزي الصيني أن مركز الزلزال يبعد نحو 82 كيلو مترا عن أقرب نقطة من الحدود مع الصين وشعر به السكان في مدينة تاي كاشغر وأرش في الجانب الغربي من إقليم شينجيانج الصيني اختتمت مرحلة الذهاب من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بعد تعادل منشستر سيتي الإنجليزي مع لايبزيج الألماني بهدف لكل منهما على استاد ردبو الأرينا ومن المقرر أن تتحدد هوية الفريق المتأهل حين يلتقي لايبزيج في الرابع عشر من مارس المقبل في ضيافة مانسيتي باستاد الاتحاد بمدينة منشستر وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها حقق انتر ميلان فوزا قاتلا بهدف دون رد على بورتو البرتغالي انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل موسيقى